وفي الشأن اليمني رفض الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي المبادرة الأممية التي قدمها له المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعي الولد الشيخ أحمد لحل الأزمة هناك ونقلت عدد من وسائل الأعلام أن رفض الرئاسة اليمنية جاء لاعتبار أن المبادرة الأممية جاءت كهدية لحركة أنصار الله والمؤتمر الشعبية رفض الرئيس اليمني عبد الربو منصور هادي المبادرة الأممية التي قدمها المبعوث الأممي اسماعي الولد الشيخ أحمد لحل الأزمة في اليمن وأفاد مصدر الرئاسي يمني بأن الرئيس هادي استقبل الولد الشيخ أحمد في مقر إقامته الموقت في العاصمة السعودية الرياضة بحضور نائب الرئيس علي محسن صالح الحمر ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دقر وأخبره بأن الخارطة تعطي شرعية لأنصار الله وحلفائه وكانت مصادر أممية قد كشفت منذ أيام عن خطة الحل الشامل المقدمة التي حملها المبعوث الأممي لوفد صنعاء والتي تضمنت ورقة تفصيلية شاملة للحل السياسي والعسكري وبحسب المصادر الأممية فإن خطة الحل الشامل تتضمن تسمية نائب توافقي لرئيس الجمهورية وأن يقدم النائب الحالي علي محسن الأحمر استقالته خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق كما تنص الخطة على تفويض الرئيس هادي جميع صراحياته لنائبه الجديد على أن يصدر النائب الجديد قرارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناصف بين المواليد لهادي وحزب المؤتمر الشعبي وأنصار الله برئيس توافقي خلال 30 يوما يأتي ذلك فيما انفجرت سيارة مفخخة اليوم قرب البنك المركزي في عدن ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الحراس وقالت مصادر إعلامية يمنية أن الانفجار ناجم عن عبوة الناسفة استهدفت البنك ما أدى لإندلاع النيران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان دون ورود أنباء عن وقوع قتلى أو عدد الجرحة اشتركوا في القناة